محمد بيه زي الحال عامل ايه فرحان انت طبعا وسعيد من اللي بتسمعه زي عطاقة كل الناس بس في عطاقة دايما محتاجين كتير يعني مصر بلد المئة عشر مليون يعني يا خلينا نبدأ يا خريفة خليهم ساكة خلينا نبدأ نكلم بقى على الزمالك والفريق الجديد في نادي الزمالك بس قبل نتكلم على الصفقات الجديدة لنادي الزمالك الشارع بيسأل هو ايه اللي حصل يعني ما شاء الله اكبر يعني رئيس نادي الزمالك كابتل محترم حسين لبيب يعني عمل ايه عمل ايه عمل الابانة كده في نادي الزمالك ايه اللي حصل بالظبط شفنا كل الازمات بتاعت نادي الزمالك اللي هي كان الناس كانوا بتراهن على ان الازمات دي مستمرة في نادي الزمالك ما شاء الله المجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة عملوا معرفش كان معهم ايه عصى موسى ولا ايه اللي حصل هو العصى الموسى موجودة في تنفيذ ما تم الوعد به فيه ناس كتيرة تعاملت معه ان الكلام اللي تقال فترة الانتخابات هو مجرد وعود انتخابية بس هو كابتل حسين من فترة تواجده في حتى في اللجنة المعينة في عشرين واحد وعشرين كان جمهور الزمالك اعتاد منه انه هو دايما بيقول اللي بيقدر يلتزم به والحتى اللعبة كانت متعودة منه على النقطة دي انه هو ما بيقول حاجة بيعرف يلتزم بيها محترم فهو كان كلامه في فترة الانتخابات على فق القيد وده حصل ودي كانت نقطة مهمة وصعبة جدا خاصة الانديالي الزمالك تفاوض معاها ما قابلتش حتى التقصيد وما قابلتش كذا ده صعب على صعيدة مفاوضات وعلى صعيد الفلوس المبلغ كان كبير ولكن اعتقد ان كان في من البداية كان فيه معلن انه هو فيه مجموعة من رجال الاعمال الزمالكوية خاصة في ملف القيد محضرين ونويين على مسندة المجلس والمجلس كمان بيضم رجال اعمال في الملف ده بايد الملفات اللي هي الخاصة بتجديد فتوح او الصفقات الزمالك في النهاية برضو نادي ليه موارده الزمالك عنده مقابل البس ومقابل الرعاية والبوتيكات مقابل ان الزمالك برضو لو الناس خدت بالها الفترة الاخيرة توسع فيه فتح باب العضويات بعدد محدد حوالي 1000 عضوية ورفع قيمة العضوية اللي كانت قليلة جدا رفحها الرقم واعلن انه يرفحها بعد كده من بداية مارس لرقم اعلى حصلت اتفقات مع النقابات على كذا ومع جماهير الزمالك اللي موجودة في الخليج على كذا على ارقام 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 دي كان مجموحهم حوالي 1000 عضوية فانت متضرب 1000 عضوية ممكن ما تمش ضخ الاموال دي وانس يعني في متوسط كم تقريبا في متوسط 200 ألف للموهل العالي بس هي مجاتش المبالغ دي يعني دول حوالي 200 مليون بس هو بس هو الناس ما دفعتش المتين مليون بس بقى فيه في رصيدك بالحزبة كده ان بالتدريج حيجيلك 200 مليون الناس مثلا سيه بتدفع مؤدمات كذا الالف عضوية تسوق منهم في الاول مثلا 350 تدفع مقدمات وبعد كده قصة البيئة وهكذا طب صفقات الزمالك كتوتل رقم اصلا هي رقق ارقام اقل من اللي الزمالك دفعوا مثلا في لعيف زين داي وسامسون مثلا في الصيف الفكرة ان انت ما دفعتش ارقام عالية وفي نفس الوقت تم التفاوض على ان انت في كل الصفقات ما تدفعش مبلغ عالي في يناير نحن يزود العدد طب عبدالله سعيد عبدالله سعيد هو الرقم الوحيد اللي الزمالك دفع فيه رقم كبير طب اجمالي الصفقات الكاش اللي الدفع كان 55 مليون على حسب الصحفيين المسؤولين عن تغطية اخبار نادي الزمالك يعني اجمالي المبلغ اللي دفع فيه في يناير هم اعتقد عشرة عشرة لعبة قيمتهم اعلى ولكن اللي الدفع في يناير حسب يعني احد زملائنا اللي هم قريبين جدا من اخبار نادي الزمالك بالحزبة بتاعت احمد عاطف محمد عاطف اربعة مليون كذا كذا في دفعين تتراسفير التوتال هم كم بها 55 مليون جنيه لو تبص ان دي في ميزانية نادي زي نادي الزمالك مش رقم كبير على فكرة 55 مليون دي ممكن اصلا بتتحسب احيانا في احد الصفقات يعني في انت ممكن تجيب قبل كده فيه ممكن اندية او حتى هنادي زي الزمالك ممكن يدفع مثلا مليون ونص دولار حاجة زي كده في صفقة لعيب ده ممكن هو ده الرقم الزمالك عمل ايه تفاوض مع عدد كبير من اللاعبين دي ممكن نقولها ليه وكان بيدغط على الاندية في التفاوض يعني ممكن الاندية كانت ممكن بتضغط على الزمالك في القيمة الاجمالية للصفقة والزمالك بيدغط ان هو ما يدفعش رقم كبير في الصفقة في يناير علشان يوسع القاعدة يوسع القاعدة ليه احتياج الزمالك لعدد كبير من اللاعبين خاصة في منطقة وسط الملعب يوسع القاعدة ليه لان الزمالك بيعمل حسابه على حتى المستقبل اللي هو يجي في الصيف يقدر وهو عنده عدد من اللاعبين يقدر يكون اشتر في التفاوض مع اللاعبين اللي حيجددوا عقدهم يعني انت لعيب زي اوباما سي لو بيجدد قبل يناير هيعمل ايه هو لعيب كويس جدا ومخلص وابن من ابناء دي زي زمالك بس لو انت الوحدة كاوستاذ رجائي والقناة بتتفاوض معك هتعمل ايه هتقول انا الشروط الكاز الحمد يا ربياض طبعا طبعا حشان دي القناة الاول بس خلينا اتكلم في وقع اللاعب هيفرض جزء ما من شروطه انما ما تبقى انت موجود في منافسة مع عبدالله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي هيبقى النادي قوي في التفاوض معك ويوصل للصيغة المرضية فالزمالك استهدف ده زمالك استهدف برضو ان خرج عدد من اللاعبين اللي بياخدوا عود عالية ودخل اللاعبين بعودوا ليلة ما عدا عقد عبدالله السعيد فكل اللي قدمه النادي الزمالك على حسب برضو تصريحات احد زملائنا الصحفيين المقربين جدا من اقتقتتنا النادي الزمالك مفيش عقد لاعب في اعلى شريحة ليه بعد سنين هيوصل 8 مليون جنيه فالزمالك استهدف ان يقلل مزينية الراتب بتاعته الزمالك برضو الناس مش واخدى بلها من نقطة الزمالك عنده في مارس قضية بطيب ده قضية بكام 2.5 مليون دولار ممكن لو قدر الله زمالك تلاقي متعسر في الدفع ييجي اقاف قيد تاني فهو امن نفسه بعد المماز من اللاعبين انا بديك ده اللي هو ايه طب بتقوم موجود في مجلس ادارة نادي زي الزمالك بتبص حتى لأسوأ السيناريوها بيسموه الريسكي مانجمنت ادارة المخاطر طيب